السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب وحبيب قلبي احلى متابعين في الدنيا متابعين قناتي كل يوم جديد مجدد جندي لو اول مرة بتتابعوا معايا ما تنسونيش من اللايك من الشير سبس قريب تفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد واتمنى جميع وصفاتي اللي بقدمها على القناة تعجبكم وتنور رضاكم النهاردة هنعمل بقى مع بعض شوية كفتة كده من الاخر يستهلوا بقوكم مع رز الكبسة وهنعملوا بطريقة جميلة جدا واحدة واحدة وهنشوف الكفتة الجميلة بتاعتنا دي عملناها ازاي هشة وجميلة ومنفوخة كده بالشكل ده وكمان آآ طعم لا يقوم حاجة كده تحفى بسم الله ما شاء الله يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف مع بعض المئدير وطريقة التحضير اول حاجة معايا معايا بصلايا متوسطة الحجم زي ما احنا شايفين كده وهحطها في الكبه بتاعتي وهبتدي اخلطها خلط جيد وهاخد البصلايا بقى بالعصارة بتاعتها معايا كلها مش هقول هاخد التفلي بس واسيب آآ المايا بتاعتها لا هاخدها كلها ودولا معلقتين معايا من البرغل آآ معلقتين الاكل زي ما انتم شايفينها كده بس انا لما غسلتهم نفشوا معايا معلقتين من المعلقة اللي احنا بناكل بيها الرز عادي آآ حطت حطتهم كده ونقيتهم وغسلتهم البرغل ده وبعدين آآ سبتوا شوية في الميا لحد ما نفش معايا عشان يبقى طاري وهو بيدخلت معايا في الكبة وصفيت منه الميا تماما صفيت العصارة بتاعته تماما ودلوقتي خلطته مع البصل ومعايا بقى نص كيلو من اللحمة الجملي انا بحب اللحمة الجملي في الكفت جدا جدا جميلة وبتديني طعم جميل ومتماسك كمان بتمسك الكفتة كويس اوي بتمسك اللحمة كويس جدا وحطت نص كيلو بقى اللحمة الجملة دي وابتديت اخلطهم كده خلط جيد مع بعض في الكبة وكل شوية كده بفتح عليها ونزل الجوانب زي ما احنا شايفين بقلبها كده تقريب خفيف من تحت الفوق عشان كل المكونات بتاعتي تمتزج مع بعضيها البصل مع البرغل مع اللحمة ومعايا بقى البهارات بتاعتي الملح ومعايا حبة رشة كده من الفلفل الاسود ورشة من جسط الطيب ورشة من الجنزبيل ورشة خفيفة جدا من السبع بهارات مكت طريش في التوابل عشان برضو تحسي بطعم اللحمة وبطعم الكفتة الجميل المميز طبعا خلطت الكل كده خلط جيد ودلوقتي بنزل بالمكونات بتاعتي في البولا اللي انا هكمل العجل فيها او هكمل طريقة الكفتة بتاعتي فيها زي ما احنا شايفين كده باخد كل الكمية بتاعتي من الكفة وهبتدي بقى انزل عليها انا معايا كمان كيلو من اللحمة هنزل بي كده على النص كيلو اللي انا خلطته مع البصلايا المتوسطة ومع معلقتين البرول في الكفة ومع النص كيلو لحمة جملي خلطت ده كله معايا في الكبة ودلوقتي بخلطه مع اللحمة الباقية ودلوقتي بوريكم انا طبعا عجنت عجل جيد بوريكم المنظر انا عايزة المنظر يبقى بالشكل ده خيوط متجنسة كده مع بعضيها وهحط بقى الكفة بتاعتي تتشمع حوالي نص ساعة في التلاجة وهطلعها ومعايا طبعا الستيكس دي او اللي هي بتاعة الشيشتاووك هقلب اللحمة بتاعتي كده على بعضيها زي ما احنا شايفين وهبتدي بقى اخد قطعة قطعة واسياخها معايا كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده عشان تطلع شكلها بالزبط زي كفة تلحاتي الكفة دي جميلة جدا هتعجبكو جدا هتنبهروا بيها وهتنبهروا بطعمها واللي حابب يديف رشة من الكربوناتو او البيكربوناتو السوديوم برحتو واللي حابب يديف برضو رشة من البيكنبودر برحتو انا عملتها كده من غير اي حاجة من غير اي اضافات طبيعية ومعايا كده صانية كبيرة طبعا صانية بتاعت صواني الفرن وحطت فيها شرايح بصل وطماطم زي ما احنا شايفين شرايح البصل والطماطم دي بقى لما تستوي الكفتة وتنزل العصارة بتاعتها على شرايح البصل والطماطم دي بتدي طعم خرافة والطماطم دي والبصل بيتاكلوا قبل الكفتة كمان لانهم بيبقوا اخدين وشربين من طعم الكفتة الهايل زي ما احنا شايفين كده بقى ابتدي اخد قطعة قطعة واسيخها معايا بالشكل ده زي كفتة الحاتي بالزبط الكفتة جميلة متمسكة ومش محتاجة اي حاجة ولا بيض بيت بقى ولا اي حاجة ولا بقصمات ولا اي حاجة خالص تمسكها معانا بس هم المادة اللي هتمسك معانا الكفتة اللي هي اللهم صلي وسلم وبرك عليك سيدنا محمد البرغل معانا والكفتة الجملي او اللحمة الجملي طبعا بابتدي اسيخة كده زي ما احنا شايفين وهبتدي ارص كل الصينية بتاعتي واوريكم المنظر اهو بالشكل ده ويلا بينا بقى هندخلها على الرف الاوسط على درجة حرارة 200 اعزى درجة حرارة عالية عشان ما خليش الكفتة بتاعتي تنشف ومعايا بقى كده يلا بينا نحضر مع بعض الرز بتاعنا او الكبسة بتاعتنا معانا بصالية متوسطة معايا معلقة كبيرة من اي مادة دهنية انت بتفضليها بس طبعا انا حطى آآ سمنا بلدي اللهم صلي وسلم وبرك عليك سيدنا محمد ومعاها رشة كمان من الزيت وهبتدي بقى زي ما احنا شايفين كده ادبل البصلة انا مش بحب البصلة بتاعتي تاخد لون مش عايزاها تلون عايزاها تبقى جميلة ومش باينة في الرز كده كطع صودة لا انا عايزاها بطبيعتها يا دوبك ان هي تتبل بس زي ما احنا شايفين كده هنزل بقى ببهارات الكبسة طبعا انت بتجيبي بهارات الكبسة من اي عطار اول ما بتقولينا انا عايزة بهارات الكبسة بيديكي الحبة دول كده انا جايباهم بخمسة جنيه وانزلت بيهم كلهم مع بعض كده عشان يطلعولي الروايح الجميلة بقى مع البصلة وهي بتتشوح وبرضو مش هخليهم ياخدوا اي لون انا بخلي بس الطعم والنكهة الجميلة تطلع مع البصلة وبعدين الرز البسمتي بتاعي معايا نص كيلو من الرز البسمتي غسلته اه قويس غسل جيد ونقعته حوالي خمس دقايق بالكتير اوي مش هقول لكم اكتر من كده حوالي خمس دقايق بالكتير عبل ما دبلت البصلة وشوحت فيها البهارات الكبسة بتاعتي ورحت مصفي الرز بتاعي ودلوقتي بشوحه وبدله تشويحه مع البصلة والبهارات الكبسة وهبتدي بقى انزل عليه كده بالملح المشكل بتاعي والملح المشكل بتاعي عبارة عن ملح فلفل اسود كامونك وزبارة نشفة شطة ودلوقتي بقى هنحط الميا معانا احنا عارفين ان الرز البسمتي بياخد سوى اكتر من الرز المصري بتاعنا العادي فزودت مقدار الميا انا في العادة بحط مقدار الميا فوق الرز المصري بعقلة بعقلة من الصبوع حطيت حوالي عقلة ونص من الصبوع زيادة في الميا والكفتة بتاعتي بقى طلعت من الفرن معايا بالشكل الجمال اللي انتوا شايفينه ده والرز بتاعي اول ما غلي على النار هدت عليه لحد ما استوى وطلع معايا مفلفل بالشكل الجميل اللي قدامنا ده طبعا بقى شلتي منه اعواد القرفة شلتي منه اللومي شلتي منه كمان ورق الغار زي ما احنا شايفين مفلفل وطالع بالواحدة بقى كده حاجة فل للفل ببتدي بقى حطه في طبق التحضير بتاعي واحنا عارفين ان العين بتاكل قبل البق هبتدي بقى ازيلة الطبق كده الجميل بتاعي بقى بقى صابع الكفتة الجميلة بتاعتي هطلحها من الاسياخ وهرصها واحدة واحدة معايا على الرز الجميل بتاعي جربوا الكفتة بالطريقة دي جميلة ومتمسكة زي ما انتوا شايفين وحاجة كده تحفى حاجة تشرف العزومات حاجة تشرف اعياد الميلاد حاجة تشرفك وسط اولادك وبيتك وجوزك وعائلتك كلها تحفى باسم الله ما شاء الله طلعها هيلة والطعم كان روعة وطبعا عاملة معايا كمية حلوة جدا لمينا عليها العيلة ومعايا كمان بقى اللي حابب بيحط على الرز بتاعه اي مكسرات انا مش بحب بشوح المكسرات انا بحب المكسرات كده بيور زي ما هي فانا حطة حابة زبيب جملت بيهم الطبق وجملت بيهم المنظر بتاعي وفي نفس الوقت ادوا للرز بتاعي طعم هايل جدا ما شاء الله حاجة كده تحفى وحاجة مشرفة حاجة جميلة والكفت عملناها من الاول للاخر زي ما احنا شايفين هشة ونفشة وجميلة وطعم كان تحفى وهايل اتمنى تجربوها بطريقتي وتعجبكم ولو عجبتكم ما تنسونيش من اللايك من الشير صابس قريب تفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد اشتركوا في القناة